هدأت قليلا في قطاع غزة ولعت في البحر الأحمر وخليج عدن هذا هو اختصار موجز للي بصير الآن امتدادا لحرب قطاع غزة والتصدي في إطار التصدي للهجمات الإسرائيلية على سكان القطاع واستهدافهم وتدمير أكثر من نصف اللي هو البيوت والعمارات في قطاع غزة يعني الحرب بتتوسع وبتتوسع بشكل كبير جدا وخطير جدا ويعني يشكل صداعا مزمنا للولايات المتحدة الأمريكية ولدولة الاحتلال احنا بنبدأ بخليج عدن خليج عدن يعني بنخلي لسه بنحكي عن موضوع غزة وتطوراته لكن نبدأ من خليج عدن اليوم جرى الاعتراض ناقلة نفط إسرائيلية بملكها واحد إسرائيلي اسمه إيال عوفر في خليج عدن إيش معنى خليج عدن؟ ليش خليج عدن؟ قبل أربعة أيام أو ثلاث أيام جرى اللي هو اعتراض أو هجوم بمسيرة على سفينة يملكها إسرائيلي أيضا في المحيط الهندي وقبل أسبوع كانت اعتراض سفينة أو تجارية يملكها إسرائيلي في البحر الأحمر وجرى جرها زي المعزة للأراضي اليمنية إيش اللي بيصير بالظبط؟ هذا هو توسيع الحرب هذا هو الخطر الكبير للولايات المتحدة الأمريكية وكل العالم الغربي خايف منه ومرعوب منه غزة بتظلها بعيدة يعني اللي بيصير لما تكون في الحرب في غزة هذه الحرب على قطاع كل مساحته 150 ميل مربع وأطول شارع فيه 40 كم بس هاي ملاحة دولية هاي بحر أحمر هاي مضيق باب المندب هاي خليج عدم هاي المحيط الهندي فإنه تنتقل المعارك إلى هذا النطاق الواسع جدا واستهداف السفن الإسرائيلية يعني هذا تطور مرعب لأنه على الأقل من 13 إلى 15% من التجارة العالمية بتمر من مضيق باب المندب من البحر الأحمر من خليج عدن فهذا ضربة مش بس للاقتصاد الغربي بشكل أساسي لأنه معظم الصادرات الغربية والإسرائيلية تروح من خلال البحر الأحمر إلى شرق آسيا فهي دليل أنه في خطة رصد ذكية جدا في رصد استخباري غير مسبوق يعني هاي ناقلة النفط كانت جاي من المغرب ومرت من قنانة السويس ولما وصلت خليج عدن أبدا صار هجوم عليها والسيطرة عليها بالكامل طيب خليج عدن خليج عدن مش تابع لأنصار الله مش تابع لحكومة صنعاء خليج عدن تابع لحركات تابعة أو موالية للمملكة العربية السعودية وحكومة الحكومة وما يسمى الحكومة الشرعية اليمنية اللي مقرها في الرياض طيب كيف من وين أجوه؟ من وين أجوه هذولا مثلا أكثر من ثمن أشخاص اللي هاجموا ناقلة النفط في خليج عدن طيب ولمين السيطرة في خليج عدن؟ ومين اللي بعتهم؟ إحنا خليج عدن بذكرنا في عام في أكتوبر عام 2000 عام 2000 بالضبط في أكتوبر 2000 جرى هجوم استشهادي على مدمرة أمريكية يو اس اس كول وجرى تدميرها وشحتها إلى أمريكا لإصلاحها طبعا إصلاحوها وبعدين بعتوها للخليج مرة تانية لكن طب هاي الخليج مين يقف خلف هذه العملية على الناقلة الإسرائيلية؟ يعني الآن ما في ناقلة بملكها إسرائيلي أو تابع لشركة إسرائيلية أو مملوكة لإسرائيل أو تدار من قبل شركة إسرائيلية إلا تعتبر هدفا للهجوم هذا متطور مرعب بالنسبة للولايات المتحدة والولايات المتحدة اليوم هاي إسرائيلية بكرة يعني حركة أنصار الله اللي هي تدير حكومة صنعاء أو تشكل العصب لحكومة صنعاء قالت بالحرف الواحد أنه إحنا سنستهدف السفن التي تنتمي إلى دول أو مملوكة لدول مشاركة مع العدوان الإسرائيلي أو في العدوان الإسرائيلي مين أكبر دولة مشاركة في العدوان الإسرائيلي؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية عندها ألفين من الماريز بيقاتلوا في غزة مع الحكومة الإسرائيلية فأنا لا أستغرب أنه يصير فيه استهداف مستقبلي أو قريب للسفن الأمريكية وربما السفن الأوروبية التي متحالفة مع إسرائيل وتدعم هذا العدوان على قطاع غزة هذا هو الخطر أن الحرب تتسع أمريكا كانت تبذل جهودا كبيرة جدا لعدم توسيع دائرة الحرب الآن توسعت دائرة الحرب الآن أصبحت تهدد كل شيء له علاقة بإسرائيل أو المتحالفين مع إسرائيل هذه مسألة كثير مهمة وأنا أعتقد أنه فيه تطورات كبيرة قادمة في المستقبل القريب يعني فيه ناس بتنفذ وما بتحكي طب يعني مين؟ كمان فيه ربما عنصر إضافي يعني هل اللي نفذت هذه العملية في خليج عدن هل هي تابعة للقاعدة مثلا؟ وإحنا بنعرف أنه فيه تنظيم للقاعدة في اليمن وهذا تنظيم معادي للولايات المتحدة الأمريكية هل كان هذا؟ يعني هذا احتمال إحنا بنحلل لكن من المؤكد أنه اللي نفذوا هذه العملية واحتجاز الناقلة وهم يمنيون حقيقة يمنيون بغض النظر عن تمامهم وأنا لا أستبعد شخصيا أنهم يكونوا تابعين لحكومة صنعاء لأن حكومة صنعاء هي اللي أعلنت وبالخط الأحمر والعريض جدا إحنا سنهاجم السفن الأمريكية سنهاجم السفن الإسرائيلية فهذه لغز كبير جدا يعني حيكون موضع مناقشة وبحث مستفيد أمريكا هددت بأنها ستعيد اللي هي حركة أنصار الله إلى قائمة الإرهاب يا سيدي حطوها على قائمة الإرهاب منتو حطتوها ورفعتوها والله ضربوا الأعمى لعينه وقال ما هي خربانة خربانة إيش تتعبوا لليليبن؟ خربتوا بيته لليبن واليمنية وعدين كمان هذول اليبن بيحبوا فلسطين يا أخي هذول رجال هذول شجعان بدهم ينتقموا ينتقموا باسم الشعب الفلسطيني وللشعب الفلسطيني يعني أنتوا تسترتوا على مقتل أو استشهاد 15 ألف فلسطيني 15 ألف نصهم أطفال وانتوا تشاطرتم على قطاع غزة وخليتوا طائراتكم الـ F-15 وF-16 وF-35 إلى أمريكية تدمر قطاع غزة يعني طب هذا جرم هذا جرم غير عادي وسكتتم عليها وشجعتوها لإسرائيل حتى تقوم بهذا وعارضتم أي وقف لإطلاق النار وجيتوا بهدن صغير لمدة أربع تيام عشان بتكونوا تخلصوا أو تفرجوا عن الرعاية المدنيين اللي في أسر حركة حماس هذه القصة فتوقعوا الأسوأ اللي بده يصير فأنا حقيقة توقع هجمات كبيرة وتوقع غلاق بضيق المأرب مضيق باب المندب وحتى إغلاق مضيق هرموس في مرحلة لاحقة في خطة زي ما عندها الأمريكان خطط لدعم إسرائيل وزي ما إسرائيل عندها خطط ضد حركة حماس وحركات المقاومة كمان الطرف الآخر عنده خطط وعنده هذه الخطط تطبق هذه مسألة أساسية المسألة الأخرى بنرجع لقطاع غزة قطاع غزة يعني لما بيطلع جون بولتون جون بولتون هذا اللي هو كان مستشار الأمن القومي الأمريكي وشخص كريه جدا وأنا خرجت معاه في عدة مقابلات هذا الإنسان يعني يعبد شيء اسمه إسرائيل قال بالحرف الواحد في مقال كتبه في جريدة التليغراف البريطانية أنه حماس انتصرت إسرائيل هزمت وقال أنه الآن الأيام الجاية صعبة جدا بالنسبة لإسرائيل هذا جون بولتون مش عبدالبارع أطوال الأمر الآخر كمان اللي هي السندي تايمز مبارح في اليوم آسف في عدد اليوم قالت بالحرف الواحد أنه الأيام القادمة صعبة جدا على إسرائيل إسرائيل حشدت 550 ألف جندي ضد حماس وكل أفراد حرقة حماس المقاتلين 25 ألف تتخيلوا 550 ألف مقابل 25 ألف لكن والله 25 ألف فيه تقديري عندهم القوة والصلابة والصمود والنزعة القتالية والإرادة القتالية أكبر بكثير من 550 إسرائيل لأن هذولا معتدين هذولا يعني غاصبين للأرض مغتصبين للأرض فهذول لا بدافعوا عن أرضهم بدافعوا عن شرفهم بدافعوا عن كرمتهم كل فصائل المقاومة هنا أنا بتحدث فالمسألة بتتطور بشكل متسارع وكبير جدا في وقف إطلاق النار مرة الإسرائيليين بحاولوا لما حاولوا الإسرائيليين أنهم يخرجوا عن نص الاتفاق وتقليص أعداد الشاحنات بالغذاء إيش عملوا؟ أبو إبراهيم اللي هو يحس نوار قال لهم فيش وقفنا لما ردخوا وحققوا كل شروط المقاومة جرى اللي هو تسليم الأسراء الإسرائيليين فهي فيه إرادة قوية مش إرادة ضعيفة بيجي والله عشان خاطر أمريكا لا نقض النظر والله عشان خاطر بريطانيا لا فيه الآن ناس بيديروا المعركة بشكل غير عادي واعترف بولتون واعترفت اللي هو ديفيد اغناطيوس اللي هو الكاتب في الواشنطن بوسط اعترفوا بأن إدارة حركة حماس لمسألة الأسرة متقدمة جدا على الإدارة الإسرائيلة نقطة أخرى بدي أركز عليها أنه يعني هذا الهجم الآن في الضفة الغربية على مخيمات قطاع غزة وعلى مخيمات الضفة الغربية وعلى اللي هو يعني مناطق في الضفة الغربية وبالأمس فقط استشهد أكثر من ثمان أشخاص أو تسع أشخاص بحجوم على جنين وعلى البيرة وعلى أكثر من محل فهذا بيدل على أنه الآن في مخطط التهجير الإسرائيلي للفلسطينيين مستمر وبدهم يرحلوا المخيمات إلى الأردن هناك بدهم مش فلسطينيين لا في الضفة ولا في القطاع فلازم أنه كمان الحكومة الأردنية تكون على وعي بهذا المخطط قبل فوات الأوان فأنا تقديري الأمور تسير مثلما تريد المقاومة الأمور تسير مثلما خططت المقاومة وأعتقد أنه جايك هو بيس كثيري لدولة الاحتلال إسرائيل إن هزمت وتسواء بعض حاول أنه لا يا أخي ما روح القتله والشهده كلام فاضي هذه الحقيقة وإلى اللقاء